احتفالات مستمرة وفرحة عامرة من جماهير نادي نيو كاسل يونيتد الإنجليزي بعد انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات السعودي وإنها حقبة المالك السابق مايك أشلي الذي هبط من خلالها الفريق تحت إدارته قالت أماندا ستيفلي الرئيس التنفيذي لشركة PCB Capital Partners التي أدارت عملية الاستحواذ إلى أن هذه الصفقة ستغير مستقبل النادي وتحقق الأحلام للجماهير أعتقد أن الاستحواذ من السعودية هو شيء رائع لنا ولمدينة نيو كاسل بدأوا يتساءلون عن العادات وتقاليد المملكة العربية السعودية متأملين أننا سنفوز بالكثير من الجوائز للنادي وفي السعودية التقينا أليستر وهو مدرس بريطاني من مدينة نيو كاسل يعيش في العاصم الرياض منذ ثلاث سنوات ويعتبر نفسه من أكبر عشاق نادي نيو كاسل وكذلك الثقافة السعودية People are very happy because for the first time we've got a genuine investor obviously in Saudi Arabia who's passionate about football and clearly very passionate about the club and we are very very enthused about the whole thing but more crucially Newcastle United for years has been starved of silverware we haven't won any cups for a long long time and I think really what now is the opportunity for Newcastle to really attract good players and equally attract the necessary players so a weak and wins silverware so from that point of view we are really really enthused by the whole thing and we cannot thank Saudi Arabia enough for this investment يعتبر هذا الاستثمار في نادي نيو كاسل يونايتد خطوة مهمة لها أبعاد كثيرة فهي بمثابة القوى الناعمة التي ستعزز مكانة المملكة وتأثيرها ووجودها على خارطة الرياضة العالمية وعد عارف MBC ترجمة نانسي قنقر